تسأل نفسك أحياناً لماذا طوال اليوم أشعر بالتعب والإرهاق؟ مع أنني أشرب القهوة أكثر من مرة في اليوم ولا أبدل جهد يستدعي التعب أساساً ولكن على الرغم من ذلك دماغك في وضع التعب وحيناك بحالة كسل طوال اليوم ولا تملك طاقة لتنجز ما يتوجب عليك إنجازه باختصار أنت لست متعب هي فقط فرمونات وبعد مشاهدتك لهذا المقطع أعدك أنك سيتمتلك طاقة ونشاط طوال يومك بل وحالة اتزان في مزاجك لماذا أشعر بالتعب طوال اليوم؟ لنبدأ بالنوم يجب أن تنام من 7 إلى 8 ساعات يومياً حتى لا تشعر بالتعب الحمد لله رب العالمين أنا بهذه النقطة أبشرك تمام حتى حيناً بنام 10 ساعات 15 ساعة 20 ساعة تطلع برنا لأن هذا ليس نوم هذا خلود 15 ساعة نوم في حال نمت أكثر من 8 ساعات أو أقل من 7 ساعات ستشعر بالتعب هل سمعت بدورة النوم؟ يعني أنت أول ما تضع رأسك على الوسادة وتبدأ بالتفكير وتصرح في أحلام اليقظة الخاصة بك محاولاً إنعاس نفسك هذه المرحلة تقريباً مدتها نصف ساعة تمثل بهذا الشكل في الرسم البياني ثم تدخل بعدها في مرحلة النوم الخفيف هنا أنت تكون شبه نائم ولكن أي مؤثر بصري أو سمعي يوقذك مباشرة طفل يبكي جار ثقيل دم أخ صغير لا يحذر له اللعب إلا حينها ولكن في حال تأسرت أمورك وكان الجو هادئ من حولك تدخل حينها في مرحلة النوم العميق وهنا تسترخي يعني ترتخي عضلاتك وينخفض ضغطك ومعدل تنفسك وحرارتك تكون مسترخي تماماً وهنا يستغل الجسم هذا الاسترخاء ويقوم بتجديد خلاياه يعني مثلاً مدخن في نهاره يكون قد أطلف الكثير من خلايا في رئته فيقوم الجسم بتجديد تلك الخلايا وهكذا بعدما الجسم جدد نفسه واسترخه تدخل في مرحلة تسمى الريم وهنا خذ عندك أحلامك وبيس هي مرحلة الأحلام تبدأ في الركض والأشبع تركض من خلفك ويرتفع مجدداً ضغطك ونبضات قلبك وليلة طويلة طبعاً في هذه المرحلة يحفظ الدماغ ما تعلمت في نهارك يعني الذي يدرس بدون نوم لا يستفيد وهذه نصيحة للطلاب الذين يسارون طوال الليل ثم يذهبون الاختبار بدون نوم لن تستفيد ثم بعد مرحلة الريم ترجع لمرحلة النوم الخفيف ثم العميق ثم الريم مجدداً وهكذا تتكرر الدورة تقريباً في نومك تمر بخمس دورات من هذه وحينها تكون قد نمت من سبعة إلى ثمان ساعات فيا صديقي لو نمت أقل من سبع ساعات الخمس دورات لن تكتمل لديك وبالتالي ستشعر بالتعب في يومك وفي حال نمت أكثر من ثمان ساعات ستتكرر الخمس دورات أكثر من مرة في يومك وبالتالي ستشعر بالتعب أيضاً وركز هنا لو افترضنا أنك شخص بالفعل نمت ثمان ساعات ووصلت للنهاية الدورة الخامسة هنا عند انتهاء الدورة الخامسة يبدأ الجسم بتجهيز نفسه للاستيقاظ فيرفع من درجة حرارتك يزيد من ضغطك ودقات قلبك يعني يجهزك للاستيقاظ بنشاط بالعامية يجعلك تصحصح والذي يقوم بهذه الأمور هو هرمون الكورتزول هرمون مهم جداً لشعور بالنشاط وهنا تخيل معي أنك حينها والجسم جهز نفسه للاستيقاظ والكورتزول ارتفع لديك والنشاط بدأ يرتفع لديك حضرت جنابك ضغط زر الغفوة في المنبه وعدت للنوم هرمون الكورتزول لو كان رجل تأكد أنه سيحطم وجهك انت خربط كيانك وكيان جسدك بهذه الغفوة لذلك تشعر بالتعب طوال اليوم بسبب تأثير هرمون الكورتزول هل عمرك خذت غفوة بعد النوم الطويل واستيقاظ بعدها بنشاط؟ مستحيل إلا في حال نمت بعد الغفوة سبع ساعات إضافية يعني فتحت خمس دورات جديدة لديك فتلخيص النقطة الأولى لكي لا تشعر بالتعب طوال يومك يجب أن تنام من سبعة إلى ثمان ساعات ولا تعود للنوم إطلاقاً بعد الاستيقاظ أنت الآن استيقاظ من نومك ولم تضغط زر الغفوة انهض مباشرة من سريلك وافتح ستائر الغرفة وادخل الضوء إليها سواء أشعة الشمس أو ضوء النهار هذا لن يشعرك بالتعب في يومك باختصار لأن العتمة تزيد من هرمون الميلاتونين في جسدك هرمون النعاس وبإدخال الضوء إلى غرفتك أنت قضيت على هذا الهرمون وقتها فضوء الشمس يزيد من إنتاج فيتامين دال وبالتالي يرتفع السيروتونين لديك وبالتالي تشعر بالسعادة والنشاط فدائماً تجد نفسك أن التعرض لأشعة الشمس تشعر بسعادة غريبة في داخلك وتشعر بالنشاط صحيح قلت لك أنت لا تشعر بالتعب هي مجرد هرمونات تمام محمد نمي الثمن ساعات ثم استيقظت وفتحت ستاء الغرفة وانرتها بالضوء ماذا بعد؟ اذهب حينها واشرب الماء عادة صحية تساعد في نشاطك ثم بعد الماء اشرب القهوة بعد كل هذه النصائح طلع الحل للقهوة اطلع بره كمان مرة يبني آدم القهوة تحتوي على الكافيين هذا الكافيين يذهب إلى الدماغ ويقمع مستقبلات هرمون اسمه الأدونزين هو الذي يشعرك بالتعب فيها الكافيين ويغلق مستقبلات هذا الهرمون فلا يستطيع الأدونزين الارتباط بمستقبلاته وعليه لن تشعر بالتعب باختصار ولكن الحل أيضا ليس القهوة لأن الدماغ ردت فعل على قمع مستقبلات الأدونزين يقوم ببناء مستقبلات جديدة له وعليه لتقمعها بالكافيين المرة القادمة عندما تشرب قهوة يجب أن تشرب كمية قهوة أكبر وهكذا تستمر بك الحال إلى أن تصل لمرحلة لا تؤثر بك القهوة حتى لو شربتها قبل النوم وهذا هو حال الكثير من من يشرب القهوة أكثر من مرة في اليوم ويشعر بالتعب طوال اليوم فمستوسط تأثير كوب واحد من القهوة هو 6 ساعات يعني لو شربت كوب قهوة عند السادسة الصباح للساعة الثانية عشر دورا ستشعر بالتعب بسبب انتهاء تأثيره فشربك القهوة يجب أن يكون فقط في ساعات الصباح حتى تعطي نفسك جرعة طاقة ونشاط ولكن لا تشرب أكثر مرة في اليوم هكذا لن تجبر دماغك على صنع مستقبلات جديدة للأدونيزين وصلت الفكرة لا افترضنا أن إفطارك عبارة عن كرباهيدرات فقط مثلا بيتزا رز بطاطا جسمك حينها سيقوم بإفراز الانسلين ليعالج هذه السكريات التي دخلت عليه الانسلين عندما يرتفع في الجسم يشعر صاحبه بالتعب والخمول والنعاس لذلك تجد دفسك عند تناول وجبة دس ما تشعر بالنعاس وتنام صحيح لذلك لا بد أن يكون إفطارك وغداءك وعشاؤك مقسم على الشكل التالي 50% كرباهيدرات 30% بروتين 20% دهون هذا هو احتياج جسدك اليوم من الغذاء لتبقى بنشاط حيوية ولكن إذا زدت في إحدى هذه المكونات ستشعر بالتعب في يوم طيب نمت ثمان ساعات ثم استيقظت بدون غفوة وفتحت ستائر الغرفة وأنرتها بالضوء ثم شربت الماء ثم القهوة ثم تناولت فطور صحي ماذا بعد؟ وأن تفهم نظام التعود في الجسم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعطاه القدرة على التكيف تحت أي ظروف وأنت بيدك القدرة على التحكم في هذا التكيف من خلال جدولة مواعيد نومك واستيقاظك فلو اعتدت على النوم والاستيقاظ في ساعة محددة لمدة طويلة بحيث تنام يوميا من 7 إلى 8 ساعات تأكد أن الجسم سيصنع نظام تكيف وتعود بحيث يعطيك كل النشاط اللازم ليومك حتى بغض نظر عن كل وسائل التي ذكرتها لك ولكن معلأ ستجد أغلبنا مواعيد نومه واستيقاظه مضطربة إما بإرادتها أو بدون وعليه ما ذكرنا من حلول في هذه الحلقة تساعد في نشاطك بإذن الله في النهاية شاركني برأيك في مكان تعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسى العجاب به واتمتم في أمان الله أحبتي في الله أدعوكم لانضمام لقناتي الثانية المختصة بالمقاطع القصيرة أسعد بتواجدكم هناك سأضع رابطها في الوصف والآن تنتم في أمان الله